أهلا بكم للصواريخ منصاتها ورجالها أيضا وليس كل من ضرب كان بمهارة حزب فصواريخ منطقة العرقوب باتجاه الأرض المحتلة اليوم ليس لها سوى هدف واحد ومن أطلقها لا يحب غزة بل يعادي حزب الله ويكن كل مكيدة ويعتزم استدراج رد إسرائيلي يأخذ الحزب إلى الحرب الصواريخ عمليا بداية لم تنل شرف دخول خزان المقاومة المسلح ومطلقوها يتوزعهم الانتماء بين الجماعة الإسلامية وجماعة لحد على أن ألم صواريخ القسام طغى في الأراضي المحتلة على أي صواريخ وافدة علما أن إسرائيل أكثر من عرف عدوه ونقب وتفحص هداياه الآتية على شكل صاروخ الملف في لبنان بات قيد التحقيق لدى استقصاء الجنوب والقوى الأمنية تمكنت من توقيف أحد مطلقي الصواريخ ويدعى حسين عطوي من بلدة الهبارية إذ رفع أحد المواقع الإلكترونية في البلدة صورته طالباً له الشفاء العاجل لكونه أصيب في أثناء قيامه بواجب الدفاع عن فلسطين والانتقام لأطفال غزة بما يعني أن الدكتور عطوي دخل المعترك الحربي كهاو ومن دون أدنى فكرة عن هذا القطاع فهو يطلق صواريخ لا تصل إلى الهدف يصاب في أثناء إطلاقها ثم يقبض عليه تتويجاً للعملية الفاشلة وغزة تدافع عن نفسها ولم تكن في حاجة إلى تجارب عن بعد من الأراضي اللبنانية فصواريخها هددت المطارات والرحلات وأغلقت بنغوريون فيما توعدت حماس بإدخال عناصر جديدة إلى المواجهة لكن نتنياهو أعلن استمرار الضربة العسكرية وقال إن الهجوم على غزة مستمر بكل قوة وعنف وأن هذا الهجوم ليس إسرائيلياً نارياً فحسب بل دولي عربي من خلال التقاعد عن اتخاذ أي قرار يدين تل أبيب لسيما أن الجريمة كانت واضحة مجهولون اختطفوا ثلاثة مستوطنين وقتلوهم ولم تمتلك الحكومة الإسرائيلية أي دليل على حماس في هذه العملية وفي المقابل فإن مستوطنين معلنة هوياتهم اختطفوا الفتى محمد أبو خدير وأحرقوه حياً فلماذا ستدفع غزة الثمن؟ ويقف العالم على عكاز تصريح واحد هو الدعوة إلى ضبط النفس بن كيمون هو في مثل هذه المواقف يعود موظفاً أمريكياً لا يحيد عن مطالب إسرائيل مجلس الأمن غير صالح للإدانة فرنسوا أولاند أضعف من أن يواجه تل أبيب مصر تنطق بمواقف غير مسؤولة وتؤكد للعالم العربي أن مبارك كما مرسي كما السيسي ولم يخرج من البطن المصرية من يقف في وجه إسرائيل وقفة ناصر ولو كان خاسرة